أمام انتقادات كثيرة لواقع العجز الحكومي في ملف المغتربين تزداد المأساة في بلد الاغتراب وتتقلص فرص الحياة وتعود الإجراءات والقرارات التعسفية التي تتخذها السلطات السعودية على المقيمين لتوسع من دائرة الصخاط والمعاناة معا فلا تتوقف مشكلة المقيمين في المملكة عند أنفسهم بل تطال عكاساتها أقاربهم في الداخل فلكل مغترب أسرة يعيلها بل وأسر كثيرة يتحمل أعباءها على عاتقه الرسوم الشهرية المفروضة على المغتربين وقرار توطين الوظائف بالإضافة إلى غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وغيرها من الضرائب دفعت الكثيرين إلى إغلاق محالهم وفقدان أعمالهم واتخاذ قرار الخروج من المملكة بشكل كلي بعد أن صارت الأعمال لا تغطي الحد الأدنى من المعيشة لجنة متابعة أوضاع المغتربين وفي جديد تحركها عقدت مع وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اجتماعا لمناقشة المستجدات المتعلقة بأوضاع المغتربين بالمملكة للتوصل مع الجانب السعودي لمعالجة مشكلات المغتربين وتحسين أوضاعهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال ناقشت مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي قضية العمالة اليمنية في ظل الأوضاع الجديدة التي فرضتها المملكة والمتعلقة بتوطين الأعمال العديدة التي يمتهنها اليمنيون في المملكة وتم الاتفاق على تكوين لجان مشتركة تختص بدراسة ووع العمال اليمنية ومعالجة مشكلاتها لجان عديدة تشكلت أما مواقع لم يتم حل حالة مشاكله فما يحدث اليوم للمغترب امتداد آخر لكثير من الأوجاع في ظل بلد ممزق من الحرب يصعب العودة إليه وعجز حكومي من إجراء معالجات واتخاذ موقف ينقذ آلاف المغتربين من مصير بات أكثر غموظا موسيقى